هل لعبها بشكل مظبوط؟ كلام ده نشوفه مع كابتن عدل المأمور دربة ركنية اسلام عبد النعيم حيلعب الدربة الروكنية لعبها في منتهى الخطورة ولكن اتنين تلاتة اربعة لعبها من حرس الحدود تترد مرة تانية هنشوف العرضية مرة تانية فين توصل في الاخير فين التسديد لسه محدش سدد من لعب الداخلية جوة 18 في منتهى الخطورة بتعمل يا راجل في الواسع سريل بيالا العرضية بتعدي احمد سعد في منتهى الخطورة وجول جول اسلام عبد النعيم في الديئة 88 البديل لعلاق عبد العال بينزل ويحرز الهدف الاول لكن هدف مليان اخطاء من دفاع لعبي حرس الحدود واحمد سعد اللي ملحقش الكورة وفين التشتيت يا راجل مين اللي وقف الكورة جوه السيكس يارد من لعبي حرس الحدود هنشوفها في الاعادة واحد صفر بقول لحضراتكم لعبي الداخلية مركزين عايزين يخلصوا الثلاث نقاط واسلام عبد النعيم نزل لسه مضيع فرصة واحرز تانية ادي محمد جمال وعاصم سعيد معاه واستربعة خمسة لعيبة من حرس الحدود محدش عايز يقطع سريل بيالا بص العرضية بص احمد سعد بص طريق ابو العز يا راجل يا راجل قبل ما تطب على الارض قبل ما تعمل البند بيوقف على سيدرو ولسه هيخليها الطب بصوا تاني ادي سريل بيالا ودي العرضية وطارق سبها على الارض قبل ما تنزل شتت يا راجل على طول اسلام عبد النعيم مركز وبيحط على طول الهدف الاول لنادي الداخلية واحد صفر مازالت مباراة الدوري بدون نتيجة سلبية هدف في الديئة 88 هدف ثلاث نقاط ترجمة نانسي قنقر